اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني هما الاتنين بيستفيدوا زي نبات الفول وبكتيريا العقد الجزرية اللي هي البكتيريا اللي بتعيش على الجزور بتاعته لانه ما بيقدرش يمتص النيتروجين من التربة فهي بتمتصهوله وهي بتستفيد كمان انها بتاخد الغزاء بتاعها العلاقة الثالثة هي علاقة التطفل والتطفل اللي هي علاقة غزائية بين اتنين من الكائنات الحية واحد بيستفيد وبسميه الطفيل والاخر يضر وبسميه العائل والعائل عادة بيكون الانسان عندي نوعين من التطفل تطفل داخلي وتطفل خارجي التطفل الداخلي زي الدودة اللي احنا شايفينها اللي هي الاسكارس ودودة البلهارسيا والدودة الشريطية النوع التاني من التطفل اللي هو التطفل الخارجي زي عندي الامل وزي البرغيت وزي البق ودودة بيعيش خارج جسم العائل وبيتغسى على دمه اخر علاقة هي علاقة الترمم هي علاقة غزائية بيعتمد فيها الكائن الحي على بقايا الطعام وجسس الكائنات الميتة عندي مثال فتر عيش الغراب وفتر عفن الخب وكمان فتر الخميرة اللي احنا بنخبز به العيش بتاعنا تعالوا نشوف الاسئلة بتاعتنا بتقول لنا ايه السؤال الاول بيقول اكمل ما يأتي واحد الفتريات تعتبر كائنات مترممة لان الفتريات هي من الكائنات المترممة رقم اتنين ديدان البلهرسية تصيب العائل ويطلق عليها طفيل داخلي لانها بتعيش داخل جسم العائل وبتتغزى على غزائه المهضوم رقم ثلاثة الطفيليات الخارجية التي تمتص الدم من الجسم مثل البعوض لانها بتعيش خارج جسم العائل رقم اربعة انماط العلاقات الغزائية بتشمل الافتراس والتكافل والترمم والتطفل رقم خمسة المحاكاة في بعض انواع النحل التي تشبه الدبابير المحاكاة ذي طريقة من طرق الاختفاء من الاعداد السؤال رقم ستة بيقول يوجد نوعين من التطفل هما تطفل داخلي وتطفل خارجي رقم سبعة من الحيوانات المفترسة الاسد ومن الكائنات المتطفلة الدودة الشريطية رقم تمانية بيلجأ الكثير من الكائنات الحية الى التمويه للاختفاء من اعدائها رقم تسعة يطلق حيوان الحبار في الماء سائل اسود اللون عند تعرضه للهجوم ده علشان خاطر يختفي من اعدائه رقم عشرة الحيوانات غير ذاتية التغذية لان الحيوان دايما بيعتمد على كان اخر للحصول على غذائه رقم حداشر سبكة اللمبيري تمتص الدم من الاسمك سمكة اللمبيري هي سمكة عديمة الفقوق وفمها دائري وهي من الطفليات الخارجية اللي بتعيش على دم الاسمك رقم اتناشر العلاقة بين الطفيل والعائل تسمى العلاقة التطفل رقم تلاتاشر نباتة دايونيا يحصل على الغذاء بعملية البناء الضوئي لكنه نبات مفترس بس لانه ما بيعرفش ياخد او يمتص النيتروجين من التربة لكنه بيقوم بعملية البناء الضوئي عادي رقم اربعتاشر الحيوانات الاولية داخل معدة النبل الابيض تهضم مادة السليلوس السؤال اللي بعده بيقول اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد العلاقة بين القط والفقر مثالا لعلاقة الافتراس رقم اتنين العلاقة بين نحل العسل وازهار النباتات مثال لعلاقة تبادل منفعة لان النحل بيحصل على غذاءه وازهار النباتات بتنتقل حبوب اللقاح بتاعتها بوسطة نحل العسل رقم تلاتة من امثلة الكائنات المحللة الفطريات اللي هي الكائنات المترممة رقم اربعة بتحصل النباتات على الطاقة من طبعا دوق الشمس لانها المصدر الاساسي للطاقة رقم خمسة البلهاريسية تعتبر كائنات متطفلة والبلهاريسية تعتبر تطفل داخلي لانها بتعيش داخل جسم العائل السؤال اللي بعده بيقول اسكر المصطلح العلمي الذي تشير اليه العبارات الاتية واحد علاقة مؤقتة بين نوعين من الكائنات الحية تنتهي بالتهام احدهما للاخر طالما علاقة مؤقتة دي علاقة الافتراس زي الاسد والغزالة رقم اثنين علاقة بين كائنين يستفيد احدهما ولا يستفيد الاخر ولا يدار دي علاقة الافادة زي مثلا نبات الحيوان الاسفنج والكائنات الدقيقة رقم ثلاثة علاقة بين كائنين يستفيد فيهما كل من هما من الاخر يعني هما الاتنين بيستفيدوا دي تبادل منفعة زي نبات الفول وبكتيريا العهد الجزرية رقم اربعة كائنات حية تقوم بتحليل الكائنات الميتة دي كائنات مترممة رقم خمسة عملية بيقوم بها النبات لصنع غزاؤه دي عملية البناء الضوئي اللي فيها بيكون النبات غزاؤه وكده بنعتبره كائن ذاتي التغذية وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا اشوفكم على خير في فيديو اخر شكرا وإلى اللقاء